اشتركوا في القناة لهذا الأحد الحال أمو من شباب بيستنعلى غرب البلاد من ولاية سعيدة تلمسان معسكر وهران منطقة بنصاف كذلك هناك يوم كثيفة تقدر تكون بينما بعد المارات كما على الشرق والغرب والوسط وأيضا الجنوب الكبير الحال شباب واشن الرياح لي تكون شوية قوية تؤدي لتطيور رمل ورؤية ضعيفة خاصة على الوحات والسحراء الوسطى نشوفوا الوضعية الجوية كباش راح تكون خلال الظاهرة إن شاء الله خلال الظاهرة دائما بعد السحوب تبقى تهم بعد الولايات الغربية وأيضا الوسطى والشرقية عفوا إن الوسطى عمو من سما صافيا والجنوب كذلك باستثناء الهوغر والتاسيلي وأدن الوحات تعبر عليها سحوب منه العالي والرياح تبقى تهم هذه المناطق اللي عنه رانا في فترة الفونت صابت على الطيور رمل شهر مارس أفريل معروفين في هذا الميدان حتى منطقة صورة بيقول بني عباس منطقة إيقلي تاغيت بني وني في عبادلة كل هذه المناطق الرؤية تكون ضعيفة تكون جزولي درجات الحرارة إن شاء الله لننتظرها خلال صباحة هذا الأحد الهضب العلي أربع درجات على السواحين ما بين ثمانية إلى عشر درجات على السحر الوسطى 22 الهوغر والتاسيلي ما بين 16 إلى 18 درجة أقسى الجنوب 25 إلى 27 17 إلى 22 درجة على منطقة ورق لحاسم سعود حاسي بركين عروض النص إليزي وعين أميناس نجوزون لدرجات الحرارة خلال الظاهرات 13 على الهضب العليا 31 إلى 35 على الهوغر والتاسيلي 36 إلى 41 درجة إن شاء الله العين قزام وعين أزواء وتمية وين واتين زواطين 22 دور 28 غردية 22 14 بقسمتنا أم البواقي سقهراس قيلما وأيضا منطقة تبسة منطقة العاصمة 18 عشرين في منطقة البليدة تيزوزو بويرا عين الدفلة كذلك نجوزون للميلاحة والصيد البحري البحار عموما يكون شباب مالغري شوية موجة قوة الرياح المعدل تحاول 21 كم تستعاولة تجاه التاريخ الشرقي من رؤية إن شاء الله تكون من 4 إلى 8 أميال بحرية كالعادة نختم هذه النشرات الجوية بهذه المعلومات الفلكية أنا بقالي غرق ولكم أربي دوم غوستوكم ويا من عاش اشتركوا في القناة